يبقى مشروع مصنع بيجو يصنع الحدث بعد الغموض الذي دار حوله خاصة أن حسص الشركة من السوق الجزائري أصبحت مهددة أمام العلامات التي أنشأت مصانعها بالجزائر تفاصيل الموضوع مع محمد شوقي علاك وأحمد محمودي لا يزال ملف مصنع تركيب سيارات العلامة الأسد المرتقب أن يكون في مدينة وهران حبيث أدراج وزارة الصناعة فعكس رونو هيونداي وفولزفاغين التي خطت أول خطواتها في المجال لا يزال الصانع التاريخي يخسر حصصه في السوق الجزائرية ما جعل القائمين على الشركة يسابقون الزمن لترسيم دخولهم أظن أنه ستكون لدينا زيارة مهمة للجزائر خلال الأسبوع القادمة وأتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة لإطلاق هذه العمليات لكي نستطيع أن نكون في الموعد مع زبائننا الجزائريين معطيات كثيرة تلمح الاقتراب موعد دخول الأسد الفرنسي معتركة الصناعة الميكانيكية في الجزائر بعد تسلحه بملف يطابق كل الشروط نحن مستعدون ملفنا جاهز وهو ملف مطابق لكفة شروط المطلوبة في دفتر شروط وأنا جاهز لإطلاق هذا المصنع في الجزائر بمجرد يتم الاتفاق على إمضاء عقل الشركة سيارة 301 ستكون من بين منتجات المصنع تم تعديلها بما يتوافق ومتطلبات السوق الجزائرية حيث حصلت على تصميم جديد ومحرك أكثر فعالية لقد عملنا على تطوير مميزات العجلات وكذلك نظام امتصاص الصدمات ونظام الأبياس ليكون ملائما لنوعية الطرقة في الجزائر وكل هذا اعطنا سيارة أظن أنها ستعجبكم بين حكومة تنتظر تطابق ملف بيجو مع الشروط المفروضة ومسؤولو علامة الأسد الذين أكدوا أن كل شيء جاهز للإنطلاق تبقى الأنظار موجهة لما ستحمله